بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلوكم شخص اخباركم ان شاء الله الكل بخارج عناكم بحلقة جديدة عن بوب جي موبايل والهوما اصدقائي راح اشرح لكم مهمات الاسبوع الثامن من الموسم الثاني اللي هو اي اثنين فقبل من انت المقطع يا شباب اتمنى معلتكم تخلو اللايك للمقطع وانما مشترك بالقناة يشترك ويفاعل زر الاشعارات فما طول عليكم بالمقدمة خلوكم مع المقطع اوك يا اصدقائي بداية الرعى الاربي وبعد الرعى المهام ومثل ما تشفون يا اصدقائي مهمات الاسبوع الثامن فاول مهمة من المهمات الاسبوع الثامن يا صديقي يقول لك استبعد اكثر من ثلاثة من اللاعبين في الوضع الكلاسيكي او البتل رويل دراجون بولد سوبر هنا بكل بساطة يا صديقي لازم تجيب بالوضع الكلاسيكي سواء كان مصنف او غير مصنف او تلعب مود البتل رويل وايضا يجيب ثلاثة كل ورات اكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك اهبط على اي سطح في المستشفى رنقل واحد مرة في الوضع الكلاسيكي طبعا صورة المستشفى موجودة بخارطة رنقل راح طلع لكم الصورة بوسط الشاشة تنزل على سطح المستشفى بالبراشوت واحد مرة ورح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اكمل خمسة من المباراة في اي وضع لعب هنا اي خمس مباراة تلعب هات سواء كلاسيكي مصنف او غير مصنف مستودع اي شي تلعب خمسة قيومة وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك قابلة للتكرار للاسبوع الثامن والتاسع فقط ام ضمئة من الدقائق في المباراة هنا ما عندنا اسبوع تاسع بس من ينتهي عندنا الموسم اكو اسبوع فراغ هذا الاسبوع ما يسموه اسبوع التاسع بس هو ما بمهمات فقط هذه المهمة اللي يقول لك اكمل اه امضي اثمانية اه اثمانية شنو امضي مئة من الدقائق في المباراة هنانا على كل مئة من الدقائق تخلصها بالجيم الكلاسيكي سواء كان مصنف او غير مصنف راح ينطيك ستين نقطة وتقدر تكرر هذه المهمة ست مرات وايضا تقدر تسوي هذه المهمة بالاسبوع الثامن ومن ينتهي الاسبوع الثامن تقدر تسويها بعد اسبوع تمام المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اقتل ثلاثة من الاعداء باستخدام بنادق القنص اليدوية في في الوضع الكلاسيكي طبعا خارطة كلكم تعرفوها اما بنادق القنص اليدوية اللي يقصد بها يا صديقي هي نفسه بنادق الاس ار اللي هي الكار الام اربعة وعشرين والوين اربعة وتسعين والموسين غان واي ام ار طبعا هذان البنادق اللي هي بنادق القنص اليدوية يجيب بها فقط ثلاثة كلات سواء اه ثلاثة كلات بالجيم الكلاسيكي وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك تحرك لمسافة اكثر من سبعة الاف من الامتار اثناء تشغيل اي مركبة مع وجود زملاء الفريق بداخلها في الوضع الكلاسيكي انها مطلوب من عندك تلعب سكواد ولازم تاخذ السيارة وبداخل هذه السيارة يكون احد من التيماتك يعني اذا تلعب دول لازم صديقك يكون بالسيارة واذا تلعب سكواد ايضا صديقك على الاقل يكون واحد من يومهم بالسيارة وظل تفتر بالسيارة لحد ما تصير سبعة الاف من الامتار وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا اصدقائي يقول لك اقضي على اللاعبين باستخدام المقلاء لعدد واحد من المرات ضمن فريق في الوضع الكلاسيكي طبعا هذي المهمة جدا سهلة نوك العدو او البوت بأي سلاح رش بس من تجي تفنشه لازم تفنشه بالطاوة تمام المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك احصل على خمسين من نقاط المساهمة اثناء فعالية معركة العشار طبعا فعالية معركة العشار لازم انت تكون ضمن فريق ضمن عشيرة وقائد هذه العشيرة مشارك بمعركة اسمها معركة العشار مثل ما تشوفون هنا احنا مشاركين معركة العشار هنا من تلعب قيومة كلاسيكية سواء بمكان مصنف او غير مصنف ويجيب هنا نقاط راح تكمل مثل ما تشوفون هنا سباق التصنيف وهنا النقاط التي تمت المساهمة بها مثل ما تشوفون انا جايب هنا مية وتلعب انت من تلعب مباريات كلاسيكية سواء كان مصنف او غير مصنف راح هنا يصير عندك النقاط المطلوب من عندك تجيب خمسين نقطة وراح تكمل وياكم هذه المهمة بكل سهلة بس امشي لازم تكونوا داخل عشيرة وقائد هذه العشيرة مشارك بفعالية معركة العشار المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك اقتل اثنين من الاعداء باستخدام الستمية وستة وثمانين المطلوب من يمك فقط تقتل اثنين من الاعداء بواسطة سلاح الشتغان اللي هو من بنادق الصيد مثل ما تشوفون يا اصدقائي بنادق الصيد اللي ما تطلبوني عندنا هذا السلاح اللي هو اس ستمية وستة وثمانين تلعب سواء كلاسيكي مصنف او غير مصنف اه تقتل بهذا السلاحة تفدني شبه هذا السلاحة الثنين من الاعداء وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يصل ريقي يقول لك للاسبوع الثامن والتاسع سجل الدخول الى اللعبة ثلاثة من الايام اجمالا هنا اجمالا لازم بالاسبوع تفتح ثلاثة ايام وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله طبعا قدرون تكررون هذي المهمة بعد اسبوع من انتهاء الاسبوع الثامن. المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك استخدم ونسكن ال الام واحد من المرات في الوضع الكلاسيكي. مسكن ال ال الام القوطية البرتغالية راح تطلع لكم البنكرير راح تطلع لكم بوسط الشاشة. طبعا مسكنة ال ال الام راح تطلع لكم بوسط الشاشة مثل ما تشاهدون ازقة هذه مسكنة ال ال الام تستخدمها مرة واحدة enjoy. راح تكمل وياكم اذا المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعض يا صديقي يقول لك التقض الصدرية الشرطة المستوى اثنين واحد من المرة في الوضع الكلاسيكة. طبعا المستوى اثنين اللي هو درع من مستوى Superior آآ عفو. آآ درع مستوى اثنين. درع من المستوى اثنين او درع لفل اثنين. آآ راح تاخذه سواء كان مصنف او غير مصنف. وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله. المهمة اللي بعد يا صديقي نقول لك ارسل هدايا المساحة الى واحد من الاصدقاء. طبعا هدايا المساحة بكل بساطة تروح على اي صديق عندك هنا. تمام. وبعدها تروح هنا تخلي ارسال هدية وبعد ما تخلي ارسال هدية ترسل لأي شي وراح تكمل وياكم هذي المهمة بكل سهولة سراح اروح على المهمة راح نلقاها عندنا المهمة كاملة وتكون بالاخير مثل ما تشوفونا يا اصدقائي المهمة كملت ويانا. طبعا هنانا بالصناديقة الكلاسيكية نزل عندنا اللي هو صندوق الحظ مثل ما تشوفونا يا اصدقائي بهذا صندوق الحظ اللي هو آآ رجعت ويانا البتلة الذهبية مثل ما تشوفون مع السلاح اللي هو الكروزة القابل للتطوير طبعا سلاح كروزة جدا خرافي. فمثل ما تشوفونا هذا المستوى آآ ماكس وهذا هو السلاح او رسالة القتل وهذا صندوق الغنائم. فتشيء كلش حلو تقدر تفتح كل يوم باثنعاش شدة تجرب حظك طبعا الباكت جيساها للصراحة. وفرصة للناس اللي معدها هذا السكين اللي وسواء السكين الكروزة. او الامحين الذهبي فهذه فرصة لكم مع عودة هذا الاخين اللي هو نزيل بعد ثلاثين يوم ينتهي هذا الباكت فاللي حابي يفسع على هذا الباكت باقيAdam واثم وثلاثين يوم وينتهي الباكت مثل ما تشوفون اللي هو بيا اسكين الذهبي وايضا نسينا اللي هي الدراجة طبعا مثل ما تشوفونا هذه الدراجة ايضا جدا حلوة. فهذا الباكت راح ينتهي يوم بعد 32 من الايام طبعا اللي هنا يا اصدقائي وصلنا لنهاية المقطع اذا كانت عندك اي سؤال او اي سفسار اكتب ليها بالتعليقات او ترسلني على قناة التليجرام الموجود رابطها بالوصف و بس اشوفكم بخير